درس اقاليم الوطن العربي درس هام جدا بيجيني سؤال اما وازن وازن بين اقاليم الوطن العربي من حيث كذا وكذا وكذا هلقنا خدين من حيث الموقع من حيث الاهمية من حيث الدول المكونة لكل اقليم كل اقليم مكون من عدة دول تمام طلاب فسؤال موازني هام جدا هلق سوف نتكلم اول بداية مواقع الوطن العربي نبدأ في الاقليم الاول وهو اقليم بلاد الشام اقليم بلاد الشام لحظة طلاب على هذه الخريطة هذا هو اقليم بلاد الشام اين يقع اقليم بلاد الشام قدنا الوطن العربي يقسم الى قسمين جناح اسوي وجناح افريقي اين يقع الاقليم بلاد الشام بالنسبة الى جناح الاسوي يقع عقليم بلاد الشام في الجزء الشمالي الغربة من آسيا العربي إذن هذه آسيا العربي أنا يقع عقليم بلاد الشام في الجزء الشمالي هذه جهة الشمال دائما نحو الأعلى وهذه هي جهة الغرب اليسار في الجزء الشمالي الغربة من آسيا العربي ما أهمية هذا الموقع قلنا لكل إقليم موقع أين يقع وما أهمية هذا الموقع ماذا أهميته أهمية جغرافية كبيرة يتميز إقليم بلاد الشام بأهمية جغرافية كبيرة بما تتمثل هذه الهمية فهو منفذ آسيا العربية الغربية عفوا والوسطى هذه الغربية يعني إيران أفغانستان تريكستان وين على البحر المتوسط يعني المسافر من إيران إلى البحر المتوسط يجب أو لابد من أن يمر من إقليم بلاد الشام فهذه إذن أول أهمية منفذ لآسيا الغربية والوسطى على البحر المتوسط اثنين الجسر الذي يصل آسيا العربية بإفريقيا عن طريق فلسطين هذه هنا تقع فلسطين إلى سيناء أو شبه جزير السيناء إلى أفريقيا إذن جسر يصل لما أقول جسر يعني ما نتفه عنده موقعين مختلفين يصل بين آسيا العربية يعني الأقطار العربية التي تقع في آسيا وبينها أفريقيا العربية أو قارن أفريقيا الأهمية الثالثة تمر عبر أراضيه أقصر الطرق إلى أوروبا عبر الأناظول إذن الطرق التي تمر في الوطن العربي تمر عبر الأناظول منها إلى أوروبا ها أقصر هذه الطرق هنا تمر من أقليم بلاد الشام إذن هذه الأهمية الجغرافية لبلاد الشام كم أهمية ثلاث إذن منفذ آسيا الغربية والوسط على البحر المتوسط اثنين الجسر الذي يصل آسيا العربية بإفريقيا ثلاث تمر بأقصر الطرق البري عبر الأناظول إلى أوروبا هذه تسميه أهمية جغرافية ما الأهمية التاريخية أو الدينية الأهمية الدينية يوجد فيه مدن مقدسي مثل القدس فيه المسجد الأقصى وخمبة الصخرة فيه بيت لحم كنيسة القيامة كنيسة المهد عند المسيحية فهذه تقع في إقليم بلاد الشام أعطاه أهمية دينية له أهمية تاريخية ما المقصودة الأهمية التاريخية؟ تقع أو توجد فيه أهم المدن التاريخية مثلا مدينة تدمر في سوريا مدينة البتراء حاليا من عجاب الدنيا السمع الجديدة تقع في الأردن تدمر في سوريا البتراء في الأردن فهذه تسميه أهمية تاريخية من كم دولة مكون إقليم بلاد الشام؟ مكون من أربع الدول هي سوريا لبنان الأردن وفلسطين كم تبلغ مساحة إقليم بلاد الشام؟ تبلغ مساحته 402 ألف كيلومتر مربع بما فيها الأجزاء المختصرين يعني المحتلين مثلا فلسطين أو بيوال إسكندرون بسهول كيلوكا فهذا هو أقليم بلاد الشام إذن أقليم بلاد الشام بوابة آسيا العربية على أوروبا أين يقع؟ يقع في الجزء الشمالي الغربي إذن هابد أحفظاه من آسيا العربية لموقع أهمية جغرافية علّ لكونه منفذ آسيا المسطوى الغربي على البحر المتوسط السبب الثاني أو الأهمية الثانية الجسر الذي يصل آسيا بإفريقيا ثلاثي تمر عبره عبر أراضي أقصر الطرق البري إلى أوروبا له أهمية تاريخية لماذا؟ لإحتوائه على عدة آثار مثل تدمر في سوريا البتراء في الأردن له أهمية دينية لماذا؟ لأنه يضم مدن دينية مثل القدس بيت لحم كذلك تنتظر المدينة دمشق عاصمة الدولة الأموية تبلغ مساحة تقليم بلاد الشام نحفظ هذا الرقم 402 ألف كيلومتر مربع ما الدول المكوينة له؟ سوريا لبنان الأردن فلسطين خلق حاليا مع عاصمة سوريا قلاب مع عاصمة سوريا دمشق أستاذ سنتي دمشق لبنان ما عاصمة لبنان؟ بيروت سنتم بيروت الأردن ما عاصمتها؟ عمان 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 وليس عمان عمان أحسنتم فلسطين القدس القدس أحسنتم لأنه احتمال يجينا السؤال انصب المدن التالي إلى دولها يعني أنا بدي أقول كل مدينة تقع في أي دولة؟ تمام يا طلاب؟ أحد اللي سؤال على أقليم بلاد الشام؟ مدينة بيت لحم في فلسطين؟ القدس وبيت لحم في فلسطين ننتقل إلى أقليم الثاني هو أقليم بلاد الرافدين منبع الحضارات لما يقول منبع الحضارات يعني لبع يعني توجد فيه أو انطلقت منه الحضارات ننتقل إلى الخريطة هذا هو أقليم بلاد الرافدين شايفيني طلاب على الخريطة؟ أين يقع؟ يقع في الجزء الشمالي الشرقي أنا عندي بلاد الشام جزء الشمالي غربي أما بلاد الرافدين جزء الشمالي الشرقي من آسيا العربي يبصله عن تركيا هذه تركيا وإيران جبال زغروس وطوروس بينما يندمج عبر باديت الشام مع أقليم بلاد الشام إذن الجزء الذي يصل بلاد الرافدين مع بلاد الشام هي باديت الشام ويندمج مع أقليم شمالي الشرقي في الجنوب بصحراء النفوس يطلع على الخليج العربي هذا هو الخليج العربي يطلع على الخليج العربي بساحل يبلغ طوله 90 كيلو متر إذن طول هذا الساحل 90 كيلو متر وله امتداد باقليم بلاد الرافدين له امتداد هذا الامتداد يسمى عربستان يسمى عربستان أو الأحوال وهو محتل من قبل إيران إذن لإقليم بلاد الرافدين امتداد هو إقليم عربستان عنده هون تعليل هام جدا علل الأهمية الزراعية لإقليم بلاد الرافدين السبب الأول موقع هذا الإقليم اثنين مرور إذن ملاحظين عندي خطين زرق هاو دي مرور نعم ستاز بس سعيد التعليل علل الأهمية الزراعية الكبيرة لإقليم بلاد الرافدين تعليل هام جدا ليش نقوله أهمية زراعية كبيرة نقول السبب الأول موقعه الهام إذن السبب الأول ما هو الموقع الهام مرور نهرين هما دجلي والفرار إذن يمر عبر أراضي إقليم بلاد الرافدين دجلي والفرار ثلاثي كوافر التربي والمياه التربي الخصمي والمياه هذه الأمور الثلاث أعطاء زراعي كذلك له أهمية تاريخية كثرة الحضارات السبب الأول ممكن تعيز التعليل علل الأهمية الزراعية لإقليم بلاد الرافدين نقول موقعه الهام هاي واحد اثنين مرور نهري دجلي والفرار ثلاثي توافر المياه والتربي الخصمي فهذا الأمر أعطاه أهمية زراعية قامت على أراضي العراق أقدم الحضارات التي أغنت الحضارة الإنسانية مثلا البابليون الأكاديون الأشوريون فهذه الحضارة قامت على أراضي يشغل أقليم بلاد الرافدين دولة واحدة هي ما هي يا طلاب العراق أحسنتك إذن يشغل بلاد الرافدين دولة واحدة هي العراق ما عاصمتها بغداد 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 كم تبلغ مساحة العراق تبلغ مساحة العراق 435 ألف كيلو متر مربع أيهما أكبر بلاد الرافدين أما بلاد الشام فمساحته 402 ألف كيلو متر مربع فهو أكبر مساحة من أقليم بلاد الشام تمامي طلاب هذا هو أقليم بلاد الرافدين منبع الماضارات يشغل الجزء الشمال الشرقي من الوطن العربي يفصلوا عن إيران وتركيا الجبال طوروس والجبال زاغروس نحن هيأخذناها من حدود الوطن العربي ينتمج يندمج في بادية الشام مع أقليم بلاد الشام في الغرب وصحراء شبل جزيرة العربية يطل على ساحل الخليج العربي بطول 90 كم أقليم بلاد الرافدين فقط يطل على ساحل الخليج العربي يطل على الخليج العربي بالجنوب ساعد موقع الأقليم مرور نهري دجلي الفراد توفر التربية الخاصة بالمياه أعطاه أهمية زراعية أهم الحضارات التي قامت على أراضي هو البابليون الأكاديين الأشيريون الأخري يشغل أقليم دولي واحدة العراق عاصمة وتغباد تبلغ مساحته 435 ألف كم مربع إذن أخذنا أقليمين يقعاني في الجزء أو في الجناح الأسوى من الوطن العربي يظل عندي جناح أو قسم أخير هو أقليم ماذا نحن درسناه سابقا شبل الجزيرة العرب شبه الجزيرة أستاذ أقليم شبه الجزيرة العربية نعم الموطن الأصلي للعرب يعني لما تقول موطن الأصلي يعني منه انطلقت القبائل العربية بسبب القحط والجدب وقلط الأمطار هاجرت القبائل من شبه الجزيرة العربية إلى بلاد الشام إلى بلاد الرافدين إلى مصر إلى تونس إلى آخرين فهو ومنطلق الإسلام من أين انطلقت رسال الإسلام؟ من مكة من مكة تحدثنا عن هذا الإقليم بالدرس السابق هو الموطن الأصلي للقبائل العربي له أهمية استراتيجية لماذا؟ لماذا يا قلاب؟ أهمية استراتيجية السؤال علي الأهمية الاستراتيجية لموقع شبل الجزيرة العربية إشرافه على مضائق بحرين مهمة اثنين اكتشاف النفط والغاز في أراضيه وله أهمية دينية قلنا لأرجى فيه الكعبة المشرفة كم تبلغ مساحتهم؟ ثلاث ملايين ثلاث ملايين ثلاث ملايين أمئة وسبعين ألف كيلومتر مربع لاحظوا مساحة كبيرة جدا إذن ثلاث مليون أمئة وسبعين ألف كيلومتر مربع ما هي الدول التي تكون هذا الإقليم؟ كم دولة أنا عندي؟ سبع إذن يتكون المملكة العربي السعودي نعم من السعودية ما هي عاصمة السعودية كلها؟ الرياض الرياض أحسنتم إذن الرياض الامارات الدوبي نعم الامارات لا يسر دوبي أبو ضبي أبو ضبي أبو ضبي أستاذ أحسنتم أبو ضبي الكويت الكويت ما أعصمت الكويت أحسنتم الكويت أستاذ الكويت نعم في عندي ثلاث دول عربي عاصمتها على نفس اسم الدولي الكويت عاصمة الكويت الجزائر عاصمتها الجزائر والله صاروا أربع أحسنتم تونس عاصمة تونس وجيبوتي عاصمتها جيوب قطر ما أعصم قطر الدوحة أحسنتم الدوحة البحرين المنامة حسنتي فلطنت عمان مسقط 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 معلوماتكم الجغرافية ممتازة إذن هذه عواصم الدول التي يضمها أقليم شبه جزيرة العربي إذن نحفظ المساحة هامي جدا 3.170.000 كم مربع نحفظ الدول المكونة لهم مثل ما أخذتكم يأتي سؤال وازد بين أقليم شبه جزيرة العربي وأقليم بلاد الشام من حيث الموقع من حيث الأهمية من حيث المساحة من حيث الدول المكونة لهم وضع يا طلال هذه الأقليم هذه الأقليم تقع في الجناح الآسر من الوطن العربي إذن أين تقع في الجناح الآسر من الوطن كم أقليم أربي لا تستاذ ثلاثة أقليم ما هما ما هي هذه الأقليم تقليم بلاد الشام تقليم بلاد الشام وبلاد الرافدين وشبه الجزيرة العربي أحسنتم تقليم بلاد الشام أين يقع ضعاقلة تقليم بلاد الشراب ثلاثة أقليم بلاد الشام اشتركوا في القناة